شكرا رولا الحرب الدائرات في أوكرانيا مشاهدين لا تزال في صدارة اهتمامات صفحات التواصل وإطلاق أوكرانيا موقعا للأجانب الراغبين في القتال ضد روسيا يثير موجة من الجدل روسيا غزت أوكرانيا انضموا للقوات المتطوعة للقتال من أجل أوكرانيا رسالة تظهر عند الدخول للموقع الذي أطلقته الخارجي الأوكراني لدعوة الأجانب الراغبين في القتال إلى جانبها وعلى تويتر تروج الخارجية الأوكرانية للموقع الجديد قائلة ان الهدف من الفيلق الدولي هو الدفاع عن أوكرانيا وحماية الأمن والسلام على حد تعبيرها ذاكرة أن المتطوعين للمشاركة في القتال سيتم إعفاؤهم من تأشيرة الدخول الخارجية الأوكرانية تضع أيضا خريطة تظهر فيها الدول التي يمكن منها التقدم لطلب الانضمام للقوات الأوكرانية عبر سفرات أوكرانيا وملحقياتها العسكرية ومن اللافت أن مواطني دول عربية كالعراق والكويت وسلطنة عمان مدعوون للتطوع للقتال في أوكرانيا فيما تستثنى كل الدول الإفريقية من الالتحاق بالفيلق الدولية الاستجابة تبدو كبيرة شبكة سي بي أن تقول أن أكثر من 16 ألفا تطوعوا للقتال كما رصد صحفيون على الحدود البولندية الأوكرانية وصول مجموعة من المتطوعين الأجانب إلى أوكرانيا هنا الصحفي آيلا بونوانكو يقدر عدد من تقدموا بطلبات للتحاق بالحرب في أوكرانيا من الأجانب بعشرين ألف شخص من اثنتين وخمسين دولة هذا الرقم يلقى ترحيبا من الداخل الأوكراني فالنشطة يوليا باسكا تشكروا من تقدموا للانضمام كمتطوعين لقتال وصفائيهم بالمدفعين عن الحرية وعن أمن العالم على الطرف الآخر قوبلة المبادرة بانتقادات الكاتب جافري جيمس عبر عن قلقه من ذهب مقاتلين أجانب للحرب في بلاد بعيدة متسائلا عن أدافع النفس وراء إقدام البعض على هذه الخطوة أما الحقوقي الألماني ألكزاندر ريزمان فيرى أن خروج بعض الألمان المنتمين لليمين المتطرف لقتال الروس في أوكرانيا يطرح العديد من التساؤلات الأخلاقية ويضيف أن النظرية التي تقول أن عدو العدو هو صديق غير صحيح وتطالب الناشطة الأمريكية راودي جيمس باعتقال الأجانب الذين يسافرون للقتال مع أوكرانيا بموجب القانون الدولي وتتساءل هل من الممكن أن يسمح للشخص بالطيران إلى موسكو للقتال مع روسيا أما الكاتب مات ميكنا فيقارن بين الطريق التي يتعامل بها الإعلام الأمريكية مع الأجانب الذهبين للقتال في أوكرانيا ووصفهم بالمقاومة المشروعة في الوقت الذي اعتاد فيه نفس الإعلام على وصف الأجانب الذين يقتلون القوات الأمريكية في العراق بالإرحابيين نهاية هذه الإطلاق والآن نعود لزميلة رولا لاستكمال هذه الفترة الإخبارية